مرحبا جميع أصدقائي وأصحابي ومتابعين قناة بيتكون الارابيك أتمنى أن أخباركم وأوقاتكم منيحة ومبسوطين بهذه العطر والأعياد إذا كان عنكم معايدين أنا أستطني بمرحلة بحالة سفر وسياحة في أن أعتبر لذلك لا أستطيع أن أعمل فيديوهات مثل العادة فقط كنت تعذروني من الموضوع هل عندي شوية وقت قبل ما أطلع من البيت أو من المكان اللي أنا قاعد فيه فأعمل شوية فيديو وهيك بحكي لكم فيهم إشياء حابب أن أشارككم فيها بالفيديو الماضي حكينا عن شغلات كثير العلاقة بأنه لازم نفهم شو التكنولوجيا اللي عم تستثمروا فيها قبل ما نستثمر فيها وأنه لماذا هذه التكنولوجيا بتاعت البلوكتشين والعملات الرقمية بشكل عام لتغير وجه الكرة الأرضية فالكل ممكن شوي يكون حكي نظري فقالت بحكي شوي تأمسي العملية بهذا الفيديو لحتى تكون أقرب لكل الأشخاص خاصة للداخلين جديد بموضوع العملات الرقمية نحن نفكر أنه اللي عم يفوت شتيت على السوق نفكر أنه هذا سوق مثل ومثل أي سوق تداول لبورصات أو سوق تداول لعملات عادية الهدف منه بس أنه يجمع أموال أكتر الربح، الخسارة، يشتري أسهم، يرجع يبيعه بعدين يعني الهدف ربحي بحد في حين أنه نغوص شوي أعمق بهذا الموضوع سنفهم شو هي التكنولوجيا اللي مبنية على أساسها نحن نحكيونا عن التكنولوجيا البلوكتشين بشكل عام اللي حضر السلسلة من الأول بيعرف شو هي البلوكتشين اللي ما حضر يرجع يحضرها العنصر الأساسي للبلوكتشين بتضيفه وهو ما كان شي موجود قبله هو أن نحن نقدر نبعد بشكل موثوق فاليو معينة بين أشخاص بشكل مباشر هاي الفاليو ممكن تكون أي شيء نحن من قبل نحن عن طريق الإنترنت نحن نقدر نبعد بين الأشخاص نوعاً ما بشكل مباشر بس ما أدري أن نبعد فاليو يعني أي شيء له إيمة إلا عن طريق وسيط اللي هو بيكون البنك مثلاً مراكز صرافة عمليات تحويل أشخص مسؤول حتى وسيط عادي يعني أنت لما بتبعث شخص تبعث مصاري لأشخص تاني أحياناً مسافر بتبعث ولا عن طريق وسيط اللي هو شخص مسافر بالنص فداماً لدينا وسيط بالنص الشي اللي هتعملوا أو الشي اللي عم تعملوا البلوكتشين تكنولوجي إنو هي حسفت هيدا الوسيط صرت أنت قادر تبعث value منك لشخص تاني بدون أي وسيط بالنص هاي شغلة كتير ثورية أكتر ما تتخيلوين المفروض كتير ناخد وقتنا ونتعمق فيها ما شو راح تعمل بالمستقبل لأنه إذا من رائب نحن هلأ بالعصر نحن فيه جميع الأموال يعني القطاع المالي مسيطر عليه من الدول البنوك المركزية والبنوك الخاصة والشركات الصرافة والشركات مثل باي بال وأي شركات التحويل وسترن يونيون وهالأصاص قطاع الإعلام مسيطر عليه من قبل شركات الإعلام الموجودة قطاع السوشال ميديا مسيطر عليه من الشركات الكبيرة مثل الفيسبوك التويتر أوليدون الشركات قطاع الإي كوميرس أو البيع بشكل عام مسيطر عليه من قبل كمان شركات عملاقة مثل أمازون علي بابا إي باي إجمالاً حتى كل شيء قطاع استهلاك الطاقة توزيع الطاقة مسيطر عليه من قبل دول معينة هي البتبيعة بالأخير الطاقة وتاخد تمنة فدائماً في شخص بالنص قطاع الإنشورنس تأمين شركة التأمين هي اللي عم تدفع تأمين حتى تتقدر تشعط أبض وبعدين وعم تاخد نسبة بين هذا الموضوع وفي شركة متاخد من شركة بترجع بتأمن عن شركة وهكذا فدائما في ميدلمان وهذا الميدلمان عم يزيد الكوست عليك فعلياً لأنك أنت المستهلك النهائي فأنت عم تدفع زيادة لأنه في شخص بالنص على أساس عم يقدم لك هاي الخدمة وهو فعلاً بالفترة اللي النشأ فيه كان بحاجة يكون في شخص بالنص ليقدم هاي الخدمة بس وصلنا إلى مرحلة هلا صار عندنا التكنولوجيا الموجودة اللي بيحيث أنك أنت مانك بحاجة لهذا الشخص بالنص هاي الفكرة الثورية تعايت البلوكتشين أنت ما بقى بحاجة لشخص بالنص قادر توثق بأنه الشي اللي احتبعته رح يوصل للشخص الثاني بالرياضيات يعني الرياضيات هي اللي عم تثبت لك هيدا الشي إنه هاد الشي لح يوصل فأنت ما بحاجة توثق بأشخاص ولا بشركات بقى أنت عم توثق بالمعادلات الرياضية المكتوبة والتي هي مثبتة رياضياً وعلمياً فتخيلوا قديش ثوري الموضوع مثلاً قطاع السوشال ميديا مثلاً مثلاً الموجودين جزء بسيط منها وهي بتاخد جزء الكبير تخيل أنت قادر أنك كل هالأموال اللي عم تنحطك دعاية تستفيد منها أنت يعني تتوزع على الأشخاص اللي عم يستخدموا الفيسبوك مثلاً يعني تخيل قديش مثلاً أنت ممكن يكون في فائدة للعالم إذن لغينا الوسيط البنص مثلاً هذه أحد تطبيقات البلوكتشين أنك أنت تعطي جزء من الربح اللي حيصير للأشخاص المشتركين بهذا البلوكتشين فالموضوع لهيك احنا حكينا أنه الموضوع هو أكبر من أنه بس تجارة شوية عملات وربح وخسارة هو فعلاً تغيير جزري لحياتنا للمجتمعات بشكل كامل كل شخص سيكون قادر بالمستقبل أن يعمل عملة إذا هو عنده هدف لإله يعني أنت فيك تعمل عملة لجمعية خيرية مثلاً وانت حابب أنه عند رئي البلوكتشين ستجعل الشخص اللي بده يتبرع بأموال متأكب مليون بالمئة أنه هيدا الأموال راحت للشخص المستلم تمام؟ ما في شي بالنص ما في شركة بالنص هي تفوت وتقرر بشكل يدوي أو عندك برنامج حتى أو على سيرفر خاص لإله مين ستتوزع التبرع لهذا الأشخاص والتبرع لهذا الأشخاص كل شي سيكون موجود على البلوكتشين وكل شي سيكون ترانسبيرنت يعني فيه شفافية فيه سيكورتي حماية كتير عالية فيه موزع يعني هاي هاي ميزته الأساسية كمان أنك أنت بيتم معالجته بشكل موزع بحيث أنك ما ما في مركزية التحكم فنحن فعليا وزعنا التحكم على الأشخاص كلها فهذا الموضوع جدا جدا عظيم كتير ما تتخيلوا فنحن هلأ بالمرحلة الأولى من بناء هذا العالم لذلك قصة الموضوع شوي جديد وغريب على الأشخاص وصعب شوي تخيلوا لأنه ما في شي تنفذ كتير عرض الواقع بس عم يتنفذ يعني أنت تصير عندك قدرة أنك طريقة تصويت مثلا الانتخابات كيف يعملوا كيف يعملوا حتى يحافظوا ويعتبروا أنه الانتخابات نزيهة والكل فعلا ما في غش فيه وكذا وكذا ببساطة إذا تطبق على بلوكتشين أنت تكون متأكد طبعا أول شيء بدأت تكون الشخص معرف عن نفسه موجود صراع على البلوكتشين بعد أنت تتلاقي له بعد أنت صرت متأكد مليون بالمئة أنه هالشخص هو فعلا اللي صوت فأنت قادر ترفع من المستوى كثير شغلات موجودة بعالم الحالي فممكن تلغي الفساد أو غالية تقلل 90% منه باستخدام تكنولوجيا بلوكتشين ممكن كل شيء في شركات تعتمد لكلاود مثلا تخزين على الإنترنت عندها سيرفرات يخزنوا فيها على الإنترنت ويأخذوا منك مصاري لتخزين ما لك بحاجة لحتصيل هذا الشيء لأنه صار فيك كل الأشخاص حول العالم يشاركوا الفائد من مثلا الهاردسك الليلون أو حتى قدرة المعالجة وبشكل موزع والكل اللي يستفاد منه وتدفع أقل بكثير بكثير من ما عم تدفعه للكلاود ستوريج لجوجل لأمازون ففعلا نسموها تكنولوجيا هذه التكنولوجيا لح تكون مزعجة أو ما بسموها سيرت الكلمة بالعربي كيف بس هي تنقز وتغير كثير كثير من الأشياء الموجودة على الحالي بس هيك حبيت أمثلة بسيطة نحكيها شوي اليوم ممكن أن أمو الفيديو كثير تفصيلي عن الموضوع لحتى توضح أكتر بصور بشغلات أمثلة توضيحية عن هذا الموضوع بس هيك على بوقتي الفاضي حبيت أن أحكي هالكلمتين بتمنى تكونوا بسطفيا وصفرتوا منهم وتسألونا إذا بتكون شيء من التعليقات بتمنى تشوفوا تزوروا الموقع bitcoin-arabic.com هناك كثير تحجزوا جلسات معي أو تحجزوا تاخدوا دورات إذا كنتوا أشخاص متضرين في دورة مجانية بشكل كامل وفي دورات احترافية كمان جزء من الأشياء كمان دورة الاحترافية هي العلاقة بتقييم الاي سي او الاي سي او أي عملة جديدة بدأت تنزل العلاقة كثير بهذا الموضوع لأنك أنت لما تقيم مشروع جديد عم تبني تقييمك على أساس لأي درجة هالمشروع فعلاً هيأثر بمستقبل العملات الرقمية اللي هتغير العالق فعاد ما بيكون تقييمك سليم عاد ما بتكون أنت عادر تستثمر بشركة هاي الشركة فعلاً إلى مستقبل فأنت ما بتكون ما بتنصب أو ما بتخسر فيها لهيك المهم والجروب اللي عم يتكون هلأ عم يكبر مع الوقت والبالش يصير في تفاعل كثير ظريف بأنه الشباب يحللوا العملات بالطريقة اللي نشارح فيها ونزلوها على جروب وصير فيها نقاش كلمة كتل العدد كلمة بيكون أحسن لأنه بيكتروا الأشخاص اللي بيقيموا هذا الموضوع فيعني في كتير اوبشينات على الويب سايت إذا بتحبوه كمان تشوفوه إذا ما كنتم مشتركين بالقناة كمان شتركوا دايما لأنه سيكون فيه شي جديد وشي قوي وفرص كتير بحكي عنا ومبادئ تكنولوجية كتير ظريفة وعطونا لايك إذا حبيتوا هذا الفيديو وبشوفكم إن شاء الله عن قريب كتير بالستوديو بفيديوها الاحترافية منا تكونوا أوقتكم سعيدة ويسعد مساكن والسلام